طيب تعالوا بقى ننتقل دي ملف اخر كشفت رابطة اللاعبين المحترفين للسكواش بي اس اي عن التصنيف الجديد للعبات في شهر مارس الجاري اللي حصل كالقاتي واصلت نور الشربيني هيمنتها على صدارة التصنيف للشهر الكامباء يا حضرات للشهر السبع تاشر على التواني بسم الله ما شاء الله وطبعا بتأتي نوران جوهر لعبة وادي دجلة في المركز الثاني في التصنيف واحتفظت هانيا الحمامي بالمركز الثالث والامريكية اماندا صبحي بالمركز الرابع واستمرت سلمة هاني في المركز السابع وروان العربي في المركز التاسع في المقابل بقى انهى اللاعب نيوزيلاندي بول كول لاعب لسكواش هيمنت مصر على التصنيف العالمي للرجال لمدة اربع سنوات على التوالي وده طبعا بعد ما تصدر تصنيف شهر مارس الجاري عقب تأهله الى الدور نصفة النهائي ببطولة ويندي سيتي وده تعتبر طبعا واحدة من اهم واجبر البطولات في هذه الرياضة بينما ودع علي فرج لعب ودي دجلة واخر متصدر مصري لهذا التصنيف ودع منافسات ويندي سيتي من الدور ربع النهائي حيث انتزع بول كول الصدارة من علي فرج ليتراجع الاخير الى المركز الثاني واستقر محمد الشباجي في المركز الثالث مصطفى عسل لعب النادي الاهلي في المركز الرابع وطارق مؤمن لعب الجزيرة في المركز الخامس الحقيقة يعني كل لعبتنا سيدات ورجال متصدرين اللعبة كالعادي وعلى الصعيد العالمي حاجة تشرف حاجة تشرف لا لا حاجة تشرف حاجة يعني بص مش هقول متوقع في لعبة السكواش تحديدا بس فعلا مصر يعرف كل دولة كده بيبقى متميزة في رياضة احنا السكواش من زمان جدا الفكرة ليه محدش عارف يعني محدش عارف السبب مش مهم مش عايزين نعرف بس هي قصة ان انت فعلا عندك اسامي كتيرة جدا على مدار التاريخ في مصر حققوا بطولات ورفعوا اسم مصر في محافل دولية كثيرة استراحة لكن لو هنجي نتكلم على الجيل الجديد سواء سيدات او رجال بقى انت عندك اسماء يعني وعلى فكرة نور الشربيني على سبيل مثال موليد 95 يعني هي صغيرة في السن وبطولة العالم الدولية للسكواش حصلت عليها 2016 و2017 وتصنيف اول عالميا فحاجة بجد لا يعني بجد الفترة اللي احنا فيها دي والسنوات القليلة الماضية بتثبت قد ايه الرياضة النسائية راحت في حتة تانية تماما ده راجع ليه التغيير اللي كان موجود فيه المجتمع فكرة الثقافة اللي اختلفت فكرة القيادة السياسية اللي ابتدعم كمان المرأة والرياضة تحديدا النسائية فكل ده بينصب في الاخر ان انت بيبقى عندك نتيجة على الارض مختلفة جدا ولسه ان شاء الله مزيد من التقلق صدارة كبيرة جدا طبعا سيدات ورجال يعني ده اكيد سيساعدنا وفكرة كمان مش بس مجرد زي ما بيقولوا دايما ايه بيقولك الحفاظ على الصدارة اصعب من الوصول لها يعني فكرة ان انت تبدالي بحافظة كنت لسه بقولي على النور الشربيني 17 شهر على التوالي هي متصدرة 17 شهر ما شاء الله فطبعا شيء عظيم اصعب بكتير